ما قسم الله تعالى النعم والأرزاق بين عباده قسم بينهم المصائب والبلايا ومن أراد أن تدوم له السلامة من غير بلاء فما عرف التكليف ولا فهم التسليم فنستثمر المصيبة بالرضا والتسليم تحقيقا للإيمان بالقضاء والقدر سئل علقمة عن قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ونستثمرها بالصبر على الأقدار المؤلمة لننال ثواب الله الذي أعده للصابرين قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ونستثمرها بمراجعة الحسابات مع النفس والتوبة إلى الله والرجوع إليه فمن حكمة المصائب العودة إلى الله قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ونستثمرها بتحويل المحنة إلى منحة فكم من طفل مات أبوه وصار يتيما فجد في الدراسة والعمل ليعول أمه وإخوته فصار من أنجح الناس وأنبلهم وكم من ولد ينشأ مذللا في حجر أبيه ففشل في حياته ونستثمرها بتحقيق الأخوة الإيمانية بمواساة المصابين وخير من يواسي المصاب مصاب مثله لأنه يشعر بمرارته وصدق من قال إن المصائب يجمعن المصابين ونستثمرها بالاستفادة من التجربة الفاشلة وأخذ الدروس منها لتحقيق النجاح في المستقبل فلا تكاد ترى أحدا حقق النجاح إلا بعد مروره بسلسلة من الإخفاقات فإذا كانت المصيبة في شيء يمكن تلافيه كالخسائر التجارية فندرس أسباب حدوثها لتجنب تكرار وقوعها ولا نرضى بالإخفاق والفشل بل نتخذ من السقوط دفعة معنوية للنهوض والتميز ونستثمرها بالتفاؤل بقدوم الخير لأن الإنسان يتقلب بين شدة ورخاء فإذا جاءت الشدة فسيتبعها الرخاء واليسر قال تعالى فإن مع العسر يسرى كتب عمر لأبي عبيدة إنه مهما نزل بعبد مؤمن منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين فتفاءل بأقدار الله ولو كانت مؤلمة فإن الله يجعل فيها الخير من حيث لا تعلم قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون